بيبدأ المسلسل مع الشرطة وهي بطار الطفل صغير لكنهم مش بيقدروا يمسكون وبيعد 18 سنة وبنشوف العالم وهو بيعاني من مشكلة كبيرة وبنعرف ان سنة 1974 انتشر وباء تسبب في ان كل الستات الحوامل يخلفوا بنات والحد دلوقتي ده تأثير الوباء لسه موجود ونسبة انجاب البنات حوالي 99 و 99 من 100% وعشان كده الولاد بقوا حاجة ندرة جدا على الكوكب والدولة قررت انها تاخد الولاد دول تربيهم في مكان اسمه المزرع عشان يكونوا تحت حمايتها وبالتالي يقدروا يحافظوا على تكاثر الجنس البشري واستمرار النوع ولما الشاب بيوصل للسن المناسب للجواز بيضموا المسابق اسمها معركة العزبات واللي بتكون عبارة عن ان خمس شباب هينضموا للمسابق اقصاد عدد كبير جدا من البنات وهيفضلوا البنات ينفسوا لحد ما يفوز خمسة منهم والخمسة دول هما اللي هيتجوزوا الخمس شباب وبعدها يقاشوا في المزرعة تحت رعاية الحكومة وبنعرف ان البنات بتحب البرنامج ده جدا لانها فرصتهم الوحيدة للجواز خصوصا انه بيتامل كل 4 سنين مرة واحدة وفي الوقت ده بيبدأ الاعلان عن المسم السابع من البرنامج وبنتعرف على الشباب المشاركين واللي بيكون اسمهم ماكس وجين وبيير والموند وصن وبيظهر ان كل شغلهم بيعتمد على ترويج المنتجات للناس ودلق انهم بواقشهر ناس على الكوكب تقريبا وفي مكان تاني بنشوف بنت اسمها دي واللي بتكون شغالة في سوبر ماركت وبيتعرض قدامها اعلان البرنامج لكنها بتبقى مش مهتمة وبعدها بشوية بتوصل مي اختها اللي بتكون جاية تشتري طلبات وبنعرف ان دي هي الاخت الكبيرة وانها بتشتغل عشان تصرف على نفسها وعلى اختها من بعد ما فقدوا اهلهم وبتصرف كمان على مصاريف علاج مي اللي بتعاني من مشكلة في القلب وبالرغم من ان مي بتشتري حاجات بفلوس كتير لكن اختها مش بترضى تحرجها وبتسيبها تاخد اللي هي عايزها وبيظهر انها اشتريت كل المنتجات اللي بيتم الاعلان عنها في وسطة شباب البرنامج وده لانها بتحبهم جدا وبتحب فكرة البرنامج وفي طريقة للخروج بتشوف المجسم بتاع سورة سن فبتفرح جدا لدرجة انها بتكون عايزة تاخده معها البيت لكن دي بترفض وبتزعق لها وفي نهاية الشفت بتاعها بتجهز دي عشان تمشي وبتقرر انها تاخد المجسم لمية عشان تفرحها وفعلا بتفرح مي جدا وبتفضل ترقص وتتنطط وفي يوم بتخرج دي تقابل صداقتها فالنتاين اللي بتقرر تعزمها على الاكل بمناسبة انها لقيت وظيفة جديدة واسناء ما هم بياكلوا بتحكي فالنتاين انها انضمت لاعداد البرنامج بتاع مسابقة العزبات وفي الوقت ده بيتم الاعلان عن اسماء البنات اللي تشارك في المسابقة واللي بيكون كلهم من ابناء عائلات غنية جدا ويدفعوا فلوس كتير للاشتراك في المسابقة لكن السنة دي بتقرر ادارة البرنامج تعمل حاجة مختلفة وهي انها تخلي البنات يشتروا تذاكر الينصيب وفيه كم بنت هيفوزوا وينضموا للبرنامج بدون ما يدفعوا اي حاجة فبتتحمس البنات جدا وبيحسوا ان لسه فيه امل خصوصا ان البنات الفقيرة اللي نفسها تشارك في المسابقة لكن مش قادرة وبتجهز مزاة البرنامج عشان تهلن عن اسماء البنات اللي فازوا في جائزة الينصيب والمفاجأ ان دي بتكون واحدة منهم وبنعرف ان ميه اختها هي اللي قدمت باسمها وده لانها نفسها تشوفوا خطوة هي بتشارك في المسابقة خصوصا ان ميه مش تقدر تعمل ده بنفسها بسبب مرضها وبتتصدم دي اللي بتكون رفضة تماما انها تشارك لكن بعد إلحاح كتير من ميه وفالنتانت بتضطر توافق وبييجي يوم استقبال البنات اللي فازوا في المسابقة وبيكون كل البنات مهتمين بشكلهم عشان يعجبوا الولاد معادة دي اللي بيكون فارق مع الاكل وبس لدرجة انها بتفضل معظم اليوم واقفة قدام البوفيه وبتوصل للمسابقة بنت اسمها شانيل وبنعرف ان والدها يبقى مؤسس الشركة اللي بتمول البرنامج وان اهلها من سكان المزرع اصلا وبيظهر كمان انها من مشاعر السوشيال ميديا ولها جماهرية كبيرة وعشان كده بتبقى وثقف نفسها جدا وبنشوف كمان بوفي صدقتها اللي بتكون من الائلة غنية وكمان مشهورة جدا وبعدها بيوصل الخمس شباب فبيفرح البنات جدا وبتبدأ كل بنت تختار شاب في دماغها وبتتمنى ان يكون من نصبها مع عادة دي لكالعادة بيكون كل اهتمامها في الاكل وبيظهر ان سان من اكتر الشباب المحبوبين ومعظم البنات بتتمنى ان يكون من نصبهم وفي نص اليوم بتسيبهم دي وبتدخل الحمام وبالصدفة بتقبل سان اللي بيكون هو كمان في الحمام فبتستغل الفرصة عشان تخليه يديلها التوقيع وده لان مية اختها وصيتها تعمل كده اول ما تشوفه لكن سان بيحس انها بترقبه وبيتداق منها وعشان كده بيحرجها وبيرفض يديلها توقيعه وبعدها بيجي دي اتصال وبتعرف ان اختها مية تابت ودخلت المستشفى وبيظهر ان دي بيتخاف على اختها جدا لدرجة انها بتقرر تنسحب بالمسابقة من قبل ما تبدأ عشان تروح تتمن على اختها فبتتكلم معها جيني منتجة البرنامج اللي بتقولها انها لو كملت في المسابقة ونجحت ده معنى انها هيتم رعاية كل قصورتها صحيا من الدولة وقتها بس مش هتشيلها من مصاريف علاج اختها فبتفرح دي جدا وبتقرر تكمل في المسابقة وتنجح عشان بس تتعالج اختها ومع ذلك بتكون قاعدة متضايق او دل انها سايب اختها في الحالة دي وبتشوفها فلانتين فبتروح توسيها وبيجي معاد او الجولة في المسابقة وفيها بيتم اختبار البنات في معلومات شخصية عن الخمس شباب عن طريق ان كل شاب بيكون ليه لون بيميزه وفي الارض فيه دواير بكل الوان الشباب ومطلوب من البنت انها تعرف مين من الشباب اجابة السؤال وقف علون اللي بيميزه وبنها عرف ان الشباب كانوا بيطلعوا لايفات باستمرار وبيتكلموا عن نفسهم والاسئلة من اللايفات دي وبيظهر ان ما كانت متعودة تتفرج عليهم وبتحكي اللي دي على كل اللي عرفته وعشان كده دي بتعرف معظم المعلومات وبعد كل سؤال بيتم استبعاد البنات اللي اجابت غلط وبيتم استبعاد كل البنات اللي دخلت عن طريق جايزة اليا نصير ومش بيكون فاضل منهم غير دي لحد ما بيجي الدور على اخر سؤال وبالرغم من ان دي بتفتكر اجابته تكنها بتاخد وقت طويل وعشان كده مش بتلحق توصل للدائرة الخاصة باللون وبكده تكون دي خسر التكن البرنامج بيعمل حاجة مختلفة وهي انه بيخالي البنات اللي جاوبوا اخر سؤال غلط يدخلوا في مسابقة مع بعض ولييفوس فيهم هيكمل في المسابقة مع باقي البنات فبتدخل دي في المسابقة دي واللي بتكون عبارة عن ان كل بنت تدخل غرفة وتقفل على نفسها ومطلوب من كل شاب يفضل ينتقل ما بين غرف البنات ويتكلم معاهم لحد ما يعجب ببنت فيهم ويختار انه ينقذها هي وبيظهر ان نصان مش عايز اي بنت وخلاص وانه مصر يقابل دي بعد ما قابلها في الحمام وبالرغم من انه معجب بيها لكنه بيرفض ينقذها بسبب خوفه من انها ترقب باقي الشباب وتتنصت عليهم زي ما عملت معايا وبتحاول دي تدفع نفسها وتوضح له انها ما كانتش بترقبه لكنه مش بيصدقها وبتضطر دي تتكلم معا بصراحة وبتقول انها عايزة تكسب المسابقة دي بأي طريقة عشان تنقذ اختها ومع ذلك بيرفض صنع انه يساعدها لحد ما بيشوف السلسلة اللي هي لابساها وبيظهر انها فكرته بحاجة معينة والغريبة انه بيغاير رأيه وبينقذها وعشان كده بتتأهل دي للمرحلة التانية من البرنامج وبيظهر ان مي بتتفرج على البرنامج وهي في المستشفى وبتبقى فرحانة جدا وبعدها بيومين بتخرج دي وصدقتها فالنتان وبيروحوا يزوروا مي اللي بتكون نفسيتها تحسنت جدا بعد انضمام اختها للمسابقة وبتتمنى انها تفوز وبعدها بتروح فالنتان تزور والدتها وبنعرف ان والدة فالنتان كان عندها ابن كبير لكن الشرطة خدته ومنهم بالعافية عشان يتربى في المزرعة ومن وقتها ما تعرفش عنه حاجة وعشان كده فالنتان قررت انها تشتغل في المكان ده عشان تدور على اخوها وفي اليوم ده بنشوف اسرة شانيل اللي بتقرر تعزم صنع عندها في البيت وبيظهر ان كوان والدة شانيل ست متحكمة جدا وانها اجبرت بنتها تدخل للمسابقة واستخدمت سلطتها وسلطت جزع عشان تخلي بنتها هي اللي تفوز وعشان كده نتيجة المسابقة دي محسومة من الاول وكمان اجبرت بنتها انها تختار صنف انها عشان تتجوزه وده لان في خمس بنات بيفوزوا في المسابقة وبيكون اولوية الاختيار حسب المركز يعني شانيل لو فازت بالمركز الاول هتبقى اول واحدة لها حق اختيار الشاب وعشان كده اسرتها بتحاول تخليها تقرب من صنع اكتر فبيعزموه عندهم في البيت وبتتكلم شانيل مع صنعه وبتسأله اذا كان متحمس للمسابقة ولا لا فبيقول لها ان النتيجة كده كده معروفة وعشان كده ما فيش داعي للحميس فبتحس شانيل بالاحراج وفي الوقت ده بتسيبهم كوان عشان عندها اكتماع واللي بيكون مع جيني منتجة البرنامج وبنعرف ان كوان دفعت لها رشو عشان ترتب كل حاجة في صالح بنتها وتخليها هي اللي تكسب وبيظهر ان جيني هي اللي اقترحت فكرة انهم يخالوا بنات فقيرة تنضم للمسابقة عشان يكسبوا تعاطفوا الناس ليهم وبيجي معات جولة جديدة في المسابقة وبنعرف ان الخمس بنات اللي هيفوزوا هيخرجوا في موعد غرامية مع الخمس شباب وان الفوز مش بيعتمد بس على ناتجة المسابقة الجديدة ولكن على تصويت الجمهور وبيسيبوا البنات يطلعوا يشوفوا واضهم الاول وبعدها ينزلوا عشان المسابقة وبيظهر ان كل الاطفال الشباب بيطربوا في المكان ده تحت رعاية الحكومة لحد ما بيوصلوا لسن الزواج بعدها بيضمهم للمسابقة وبيجي الشباب عشان يوصلوا شنط البنات للغرف فبتعجب شانيل بماكس لك تحاول تسيطر على مشاعرها وده لانها جاية المكان ده عشان هدف محدد واللي هو صن وعشان كده بتحاول تسيطر على مشاعرها وبيظهر ان ماكس هو كمان معجب بيها والمفاجأ ان بافي صديقة شانيل بتكون هي كمان معجبة بماكس وبتوصل كل بنت لقودتها وبتكون دي منبهرة بالغرفة وبتتصل باختها مياه عشان تشاركها الفرحة وبعدها بينزل البنات عشان يأكلوا ولكن بيلاهم مفيش أكله وبيعرفوا انه في تحدي الأول ولا هيخسر مش هيكل فبيركزوا في التحدي جدا وده لانهم جاعنين وبيتقسم البنات لخمس فرق كل فرقة بيكون مسؤولة عنها واحد من الشباب ومطلوب من كل فرقة يجمعوا مكونات الأكلة اللي هتطلع لهم والشاب هو اللي هيختار المكونات من وسط أشكال أكل كتير وبتكون دي في فريق ألموند وبتلاحظ انه بيعطلها وبتكون خايفة انه يخسر وعشان كده بتهددوا انها تقتله لو خسروا ومبكلتش اليوم ده فبيخاف ألموند منها وبيركز في اللعبة أما دي فبتكون دي أكتر لعبة مركزة فيها وده لان الأكل هو أهم حاجة بالنسبة لها وبالرغم من محاولات باقي البنات انهم يخسروها لكنها بتبقى مركزة جدا وفي النهاية بيفوس فريق ألموند ودي وبعدها بيضيفوا عليها نسبة تصويت الجمهور والمفاجأة ندية اللي بتكسب وبيظهر انها قدرت تعمل جماهيرها كبيرة في وقت قليل وده لانها بتمثل كل البنات الفقيرة اللي كانت بتحلم تدخل المسابقة وبيكون لها الحق في انها تختار الشاب اللي هتخرج معاه وبالرغم من ان ألموند بيكون واضح عليه جدا انه معجب بيها لكنها بتختار صن وعشان كده بتدائش نيل جدا فبتقرر انها تختار ألموند وبالليل بيجهز الخمس بنات وبيكون صن منبهر واشاف دي لابسها فستان لأول مرة وبيظهر انه معجب بيها ولما بيوصل الأكل فتكر دي التعليمات والأختها كانت بتقولها عن أول موعد غرامي وهي انها ما ينفعش تاكل كتير فبتاكل دي كمية قليلة جدا وبتحاول تاخد بالها من كلامها وطريقتها بشكل مبالغ فيه وعشان كده بتنزل من نظر صن اللي بيحس انها بتمثل ومش على طبيعتها وفي نهاية اليوم بيديلها 4 من 10 فبتتصدم دي جدا ولما بتعادبه بيقولها صن انها بتمثل ومش على طبيعتها فبترد دي وبتقوله انه شاب مرفه ولا يمكن يكون حاسس بيها وبتقول كمان انها ندمت على اختيارها ليه وبعدها بتمشي وتسيبه وبيكون صن متدق من نفسه وبعدها بشوية بتروح دي تدور على حاجة تاكلها فبيشوفها الموند اللي بيقرر يطبخ لها بنفسه وبتحكي له دي انها ندمت على اختيارها لصن في الوقت ده بيوصل صن اللي بيكون جاي اعتذر لها لكن لما بيسمعها بتقول كده بيتدايق وبيمشي وبيرجع صن لقوده وبيفتكر ذكره ليه وهو طفل وبيظهر ان هو الطفل للشرطة كان بتطرده بعد ما قتل والده ودلق انه رفض يسلمه للشرطة عشان يتربى في المزرعة واسناء ما الاب كان بيموت امر صن انه يهرب فبدأ الطفل يجري عشان يهرب من الشرطة لحد ما قابل طفلة بالصدفة والطفلة دي هي دي واللي تعطفت معها جدا فخدته للمكان اللي بتحب تقعد فيه وكانت متعودة تجيب له اكل وحلويات وبعدها صن حكالها انه ما يعرفش والدته فكسرت السلسلة بتاعتها ودت له جزء منها في يوم كانت جايبها له اكله ولما رجعت ملقتوش فاستنتجت ان الشرطة قبضت عليه ووقتها نهرت تماما وفي الحاضر بيسحى صن مفزوة بعد ما حلم بيوم قتل والده وبيكون لسه محتفظ بالسلسلة اللي خدها من دي زمان وعلى ناحية التانية بنشوف جيني المنتجة وبيظهر انها حامل وفي اليوم ده بتعرف من الدكتورة بتاعتها انها حامل في ولد فبيتخاف جيني على مستقبل ابنها جدا اما ألموند فبيروح يتكلم مع صنو وبيسأله اذا كان معجب بدي ولا لأ وبيعترف ألموند انه معجب بيها من أول ما شافها فبيجدب صنو وبيقول انها مش عاجبها ولا حاجة وبيظهر انه عمل كده لانه متدقي من كلامها ليه في اخر مرة وفي اليوم ده بيجي لشانيل اتصال من والدتها كوان اللي بتؤمرها تركز في المسابقة وده لانها لازم تنجح وبتفكرها بكل اللي عملوه عشان يدخلوها المسابقة دي وبتطار شانيل انها تنفذ القوامر لكن بمجرد ما بتنهي المكالمة بتنهار خصوصا انها بتحب ماكس ومع ذلك مش قادرة تختاره ولما بتخرج للفطار بتقابل ماكس اللي بيروح يسلم عليها وبتحرجه شانيل وبتقول ان لو جات لها فرصة تاني انها تختارها تختار صن فبيتدقي ماكس جدا وبعدها بتقعد شانيل تفتر مع أصدقائها وبتحرج بوفي ودلقناها خسرتها في اخر مسابقة وبتهنها بالكلام وبيكون ماكس شاف اللي بيحصلوا مداي وبيجي وقت الجولة الجديدة واللي بتكون عبارة عن ان البنات هيتقسموا الخمس فرقة وكل فرقة هيكون مسؤولة عنها واحد من الشباب ومطلوب منهم يركبوا واحدة من العربيات ويمشوا على الجي بي اس لحد ما يوصلوا المكان معين وهناك بيبدأوا يحلوا الغاز والمرة دي بيكون داي وشانيل وبوفي هما التلاتة في فريق صن وفي الاول بتقعد شانيل جنب صن عشان تقوله يمشي ازاي لكنها مش بتبقى فهمة في الجي بي اس وعشان كده بتخسرهم وقت كتير لحد ما بتقرر دي انها لا تقعد جنبه وتساعده وبالرغم من انها بتساعده يوصل لنص المسافة في وقت قليل لكنه بيطعب من صوتها العالي وعشان كده بيختارين بوفي هاي اللي تساعده وفي وقت قليل بيوصلوا للمكان وبيبدأوا يحلوا الغاز اللي هناك لكن ماكس والفريق بتاعه بيوصلوا في نفس الوقت وبيكون قدام كل واحد فيهم صندوق ولازم يحلوا اللغز عشان الصندوق يتفتح وبتقدر شانيل انها تفتح الصندوق بتاع فريقها الاول وبعدها بيجروا على اللغز اللي بعده واللي بيكون عبارة عن صندوق ولازم يدوروا على المفتاح بتاعه فبيتقسموا فريقين وبيبدأوا يدوروا عليه وبيكون صنو دي في فريق واحد وبيستغل صن الفرصة عشان يعتزر عن كلامه لها اخر مرة وبيعترف ان ما كانش عنده حق ينتقدها فبتعترف دي ان هي كمان غلطت لما كبتتصرف عكس طبعتها وبعدها بيلووا المفتاح والمفاجأ ان بيكون فيه مفتاحين وبيقدر فريق ماكس انه يوليها المفتاح التاني لكن الفريق اللي هيمسكه الاول هو اللي هيكسى فبيتعاون صن والفريق بتاعه وبيقدر انهم يمسكه المفتاح الاول وفي الطريق للمزرعة بتتكلم دي مع شانيله بتعتذر انها ما كانتش بتصق في كلامها وقت المسابقة وده اللي بيخليها تكبر في نظر صن اكتر وبعدها بشوية بتحصل مشكلة في العربية بتاعتهم وبتقدر دي انها تحل المشكلة دي وده الانها كبتشتعل في ورشة ميكانيكا قبل كده وفي نهاية الجولة بيتم اعلان ان فريق صن هو اللي فاز وان اعلى خمس بنات هيخرجوا مع الشباب واكتر بنت عندها نقاط هتختار شاب تخرج معاه لكن المرة دي مش هيديفه نقاط تصوير جمهور فبيتدايق الجمهور جدا وبيبدأ يشتكي وبعدها بيقعد صن وماكس يتكلموا عن شانيل وديه اللي هم معجبين بيهم وفي نفس الوقت بيقعد شانيل وديه يتكلموا وبتقول شانيل انهم لو اتقابل في الظروف تانية كان ممكن يبصحه وفي نهاية اليوم ده بيطلبوا من شانيل تختار الشاب اللي هتخرج معاه وبيظهر انهم منعوا تصويت الجمهور عشان يقدروا يتحكموا في النتيجة ويخلوا شانيل تختار صن وفعلا بتختار شانيل لانها تخرج مع صن اما دي فمش بيكون قدامها غير المون وبالليل بيجهز البنات عشان يخرجوا وبيتفاجئوا بتعديل صغير من لجنة تحكيم وهي انهم ضفوا تصويت الجمهور بعد احتجاج الناس على اللي حصل وبما ان دي والموند بياخدوا اعلى تصويت فبيقرروا يعملوهم موعد غرامي في مكان ارقى من الباقيين وبيكون الموند مبسوط وشايفها مستمتع بالاكل فبيقرر يديلها واجبته وبعدها بيبدأ الاتنين يرقصه سوا وفي الوقت ده بتقع السلسلة بتاع الدي فبيشوفها الموند اللي بيكون مستغرب جدا وبيقولها نسان عنده نفس السلسلة وكأنها بتكمل الشكل بتاعها وبتستنتج دي نسان هو الطفل اللي انقذته زمانه وبتتأثر جدا وعلى الناحية التانية بنشوف فالنتان اللي بتقدر تدخل لمكان سري في المبنى وبتبدأ تدور على اخوها في قاعدة البيانات لحد ما بتكتشف ان الموند يبقى هو اخوها وفي طرع للخرج بيظهر ان الكرني بتاعها وقع وانها ماخدتش بالها وبعدها بتشوفها واحدة من الامن واللي بتكون نوية عقبها لانها دخلت لمكان سري فبيتدخل الموند اللي بيكون معد بالصدفة وبيقولوا انه كان واخدها يفرج على المكان وما كانتش تعرف ان ده مكان سري وبسبب اللي عمله بتسيبهم البنته وبتمشي وبتكون فالنتان مبسوطة وهي واقفة جنب اخوها وفي نفس الوقت متضايقة انه مش عارف وخايفة لو عارف انه ما يصدقهاش وعلى الناحية التانية بتروح دي تقابل صن اللي بيكون فرحانة نفطة كاريته فبتحضنه دي وبتكون فرحانة جدا انها شفيته وبتعرف منه ان يومها اختفى عشان الشرطة مسكيته ومن وقتها ما خرجش من المكان ده فبتارد عليه دي انهم يخرجوا سوا بما ان اليوم ده اجازة من المسابقة فبيوافق صن وفي اليوم ده بتكتشف جين ان فالنتان فتجت على الجهاز ولما بتوجهها بتضطر فالنتان انها تعترفه وبتقول انهم بخد اخوها بعد ما تولد وان والدتها قتموت وتشوفه وعشان كده هي كانت بتحاول توصله فبترجع جيني تفكر في مصير ابنها وبتتعاطف مع فالنتان وعشان كده بتقرر تسمحها وما تقولش لحد وبتسمح لها كمان انها ترجع شغلها وبالليل بيجهز دي وصن عشان يخرجوا وبيتنكر صن في شكل بنت عشان الناس اللي في الشارع ما تعرفوش وبيبدأ الاتنين يتسحبوا عشان يخرجوا من المزرع بدون ما حد يشوفهم وبالصدفة بيقابلهم بيهير اللي بيكون هو كمان متنكر في شكل بنت عشان خير وبنعرف انه قدر يوصل للمطر بالمفضل بتاعه وعرف انه عايش برا المزرع فقرر يخرج يقابله وبيضطروا انهم ياخدوه معاهم وبعدها بيلوه عربية فبياخدوه عشان يروحوا المشاوير بتاعتهم وعالناحية التانية بتروح فالنتان تقابل ألمند بحجة انها عايزة تصور معاه وبتحاول تعرف منه اذا كان مفتقد أهله فبيقول ألمند انه مش مفتقدهم ولا حاجة وانه بيعتبر الناس اللي معاه في المزرع هم أهله وبيكون فاكر انه الأمهات زمان هما اللي تخلوا عنهم للشرطة عشان تربيهم ما يعرفش ان الشرطة بتاخد الولاد من أمهاتهم بالعافية وبعدها بيحبسهم في مكان سري وبيغضوا حبوب تنسيهم كل حاجة وما فيش حد بيخرج من المكان غير لو نسي فعلا كل حاجة او لو ادعى الجنون وبينزل بير في نص الطريق عشان يروح يقابل المغني أما سان ودي فبيروح يعوده في مكان وبيكون سان منبهر بالأكل ودلقنه في المزرعة مجبر يأكل حاجات معينة عشان يحافظ على شكله وعلى وزنه وفي الوقت ده بيلحظوا ان الناس مركزة معاهم بعد ما قدروا يتعرفوا على دي فبيضطروا انهم يمشوا ويسيبوا المكان وبتبدأ دي تفكر في مكان تاني يعودوا فيه لحد ما بتقرر تاخدوا لبيتها عشان يقابل اختها مية اللي بتكون طيرة من السعادة وبتسيبهم دي وبتروح تعمل حاجة فبتقعد مية تتكلم مع سان وفي وسط الكلام بتحكيلوا ان اختها زمان كان عندها صديق ما تعرفش اسمه ولما اختفى فجأة زالت عليك جدا والحد دلوقتي مش قادرة تنساه فبيستنتق سان ان اقصدها عليه وبيتأثر وبعدها بتوصل دي فبيطلب منها سان تاخدوا للمكان اللي كانوا قاعدين فيهم اطفال فبتوافق وفي الطريق بتسألوا دي هيعمل ايه لو فازت واخترته هو عشان تتجوزه فبيضطر سان يقولها الحقيقة وهي ان النتيجة محسومة من الاول وشانيل هي اللي هتفوز فبتتصدم دي اللي بتكون حاسة بالظلم وبيبدأ سان يحكي لها عن الظلم اللي اتعرضوا له طول السنين بتاعيشتهم في المزرعة وبيحكي لها عن الفساد اللي جواه نظام ده وانهم مش عايشين حياة مرفعة زي ما الناس فكرها بتتعاطف دي معاه وبيعترف سان انه كان مستسلم للامر الواقع لكن بعدما قابلها مستعد يعمل اي حاجة عشان يختار حريته وعلى النحية التانية بيوصل بير عند المغني اللي بيكون اسم تشون وبيكون بير عنده فدول يعرف ازاي الحكومة سابطه عايش برا وبنعرف ان تشون ضمن جماعة اسمها سيتي جراون وان الجماعة دي معترضة على فكرة حبس الشباب جواه المزرعة وعملوا احتجاجات كتير ومن 13 سنة حاولوا يهربوا الشباب من المزرعة لكن الخطة فشلت والحكومة قدرت تقتل معظم افراد الجماعة ومش فاضل غير عدد بسيط وبيشتغلوا بشكل متخفي وبيبدأ تشون يحكي له حقيقة الحكومة واللي بيعملوا في اي ام بترفوا تسالم ابنها وبيكون بير مظلوم من اللي عارفه خصوصا انه عاشته لحياته فاكر ان اهلهم اللي اتخلوا عنه وبعدها بيتجمع التلات شباب عشان يرجعوا المزرعة وبيكون التلاتة المظلومين من اللي عارفه لدرجة انهم بيبقوا عايزين يهربوا لكن بيقدروا يرجعوا المزرعة عشان ينقذوا باقي الشباب اللي محبوس هناك وبيطب منهم بير ان في فرد من جماعة سيتي جراوند بيشتغل داخل المزرعة وما حدش يعرف انه جاسوس وبيقولوا انه عارف اسمه من تشون والمفاجأة ان الشخص ده هي فالنتين فبيروح التلاتة عشان يقابلوها وبيبدأ الاربع يفكروا ازاي يلاقوا دليل يثبت ان النتيجة مزوارة عشان يعرضوها عن الناس وبالتالي البلد كلها تعرف حقيقة الحكومة وبيظهر ان في حد من الشباب سماء لهم بيقولوه لكن مش بنعرف هو مين وتاني يوم بتبدأ جولة جديدة في المسابقة وبتكون عبارة عن لعبة جديدة وهي ان هيتم اختيار خمسة من البنات والشباب عشان ياخدوا لقب ساحر وكل واحد من اللاعبين هيستخبه في مكان والساحر عنده فرصة يتلقى اي شخص معا في اللعبة ومطلوب من البقين يخمنوا من الساحر ولو عارفوا الساحر هيخسر لكن لو معرفوش الشخص اللي قال اسم غلط هيطلع من اللعبة وبنعرف انهم اختاروا خمس ساحرة واعرفوهم على بعض واختاروا ساحرة واحدة متخفية محدش يقدر يعرفها والساحرة دي يا شانيل وبيتم الاعلان ان البنت اللي هتكسبها تختار شاب عشان تعرفوا على عائلتها وبنستنتج انهم اختاروا شانيل ساحرة متخفية عشان تقدر تهزم باقي اللاعبين وتختار ساني قابل اهلها وبتبدأ اللعبة وبتفضل شانيل خافية هويتها وفي نص اللعبة بتكتشف ان بوفي كانت ساحرة وخبت عليها عشان تخليها تخرج ماكس من اللعبة وتسيبها هي فبتدائق شانيل من صداقتها وبتدائق اكتر لما بوفي بتتسبب في كشفها فبتروح شانيل تتخانق معها لانها خسرتها نقاط كتير مع انها عارفة ان والدتها بتجبرها دايما تفوز عشان تتجوز سان في النهاية وبترد عليها بوفي اللي بتحاول تفوقها وبتفكرها انها اصلا بتحب ماكس مش سان وانها ماينفعش تقشت والحيات هتنفذ اوامر والدتها اللي هي مش مقتنعة بيها فبتتأثر شانيل ومش بتكون عارفة ترد عليها وبيجي وقت اعلان النتيجة فبيتم بتجميع نقاط اللعبة مع تصويت الجمهور وبالرغم من ان شانيل خسرت نقاط كتير لكن بيتم اعلان انها الفايزة وليحق اختيار الشريك عشان تعرفوا على اهلها فبتختار سان وعشان كده ماكس وبوفي بيبقوا مدايقين جدا وبعدها بيتجمع الاربع شباب وبيعرفوا ان الموند هو اللي كان موجود واسمعهم وما بيكشفوا حقيقة المزرعة وبيقرر الموند انه يساعدهم في الخطة الجديدة وبنعرف انهم نوين يستغلوا النصان رح يقابل كوان والدة شانيل عشان بياخد منها اعتراف مسجل ان النتيجة مزورة فبيعلقوا له جهاز صغير عشان يسجل اللي بيتقيل وفعلا بيقدر سان ياخد منها اعتراف ولما بيوصل عند صحابه بيلاقي جيني وافراد الامن موجودين هناك وبيظهر ان جيني قدرت تكشف خطتهم وبيكونوا خايفين من رد فعلها جدا فبتاخد التسجيل اللي معاهم وبتقرر انها تسامحهم وبيظهر ان هي اصلا مش موافقة على كل اللي بيحسن في المزرعة ولكن مضطرة نفس الاوامر فبيبدأ الخمس شباب يتكلموا معاها وبيكونوا مستغربين هي ازاي كشفتهم وبيحاولوا ويؤثروا عليها بكلامهم فبيطلبوا منها تحط نفسها مكان كل ام خسرت ابنها عشان يتحبس في المكان ده فبترجع جيني تفكر في ابنها وبتبقى متأثرة جدا ومع ذلك بترفض انها تساعدهم وبتاخد كل الادلة اللي معاهم وبتمشي وبتقرر انها ترفض فالنتين لان دي تاني غلطة ليها لكن سان بيقدر يحط خطة بديلة بسرعة وبيظهر انه لما كان في بيت شانيل سرق من عندها الرقم السري لدخول المكان اللي بيتمي في احتجاز السيدات ويدال فالنتين قبل ما تمشي من المزرعة فبتتسحب فالنتين للمكان ده وبتقدر انها تصور الستات اللي بتكون محبوسين هناك وفي طريقة ان الخروج بيشوفها الامن لكنها بتقدر تهرب منهم أما دي فبيتم استدعاها عشان تقابل كوين اللي بتفرجها على فيديو لاختها ميه بعد ما نقلوها الغرفة أحلى بكتير وبتبلغها نوم نوين يتكفلوا بمصاريف علاجها وبالرغم من ان ده خبر سعيد لكن دي بيتخاف لما بتحس انهم سيطروا على أختها وبتخاف انهم يقزوها وفي خلال أيام بيعملوا عملية المية وبتتحسن حالتها جدا وبيظهر نيدي موجودة معاها عشان تطمن عليها بعد العملية وبمجرد ما بتيجي سيرت المسابقة بتنهار دي لكن بتكون رفضة تحكي لأختها أي حاجة عن اللي عرفته عشان ما تخليهاش تحس بأحباط زي ما هي حست وفي الوقت ده بيكون فاضل خمس بنات بس في المسابقة فبيخلوا كل بنت تاخد الشاب اللي اخترت تخرج معاه آخر مرة ويروحوا يتفرجوا على البيت اللي عيسكونوا فيه لما يتجوزوا بما ان الخمس بنات دول خلاص هما الفايزين في المسابقة فبتتفرج ديه على البيت وبتكون حزينة انها بتتفرج عليه مع أولمند مش صن اللي هي بتحبه وبيحس أولمند انها مش مبسوطة وعشان كده بيبقى متدايق وبيوعدها انه هياخد باله منها هي واختها وبعدها بيغير الموضوع وبيقرر يحضر لها أكل وبالليل بتقدر ديه انها تقابل صن بدون محد يعرفه وبيعترف كل واحد بمشاعره وبيتمنه وتحصل أي حاجة تخليهم يتجوزوا وفي نفس الوقت بتتفاجئ شانيل بزيارة من ماكس اللي بيكون لسه معجب بيها ومش قادر يقتنع بحد تاني وبيكون راح يعترف لها بمشاعره وانه مش عارف يعمليه عشان يخليها تحبه لكن شانيل بترفض وبتعترف انها مضطرة تختار صن عشان تنفذ أوامر والدتها وده لانها بتحبها جدا ومتقدرش تكسر أوامرها وبتتأثر شانيل لما بتفكر انها لما وصلت للنهائيات والدتها بركت لها والأول مرة ما تحسش انها مبسوطة بتأدير والدتها ليها وتندم انها سمعت كلامها وعشان كده بتكون شانيل محتارة ومش عارفة تختار مين وبالليل بتقدر فالنتان تروح تهرب مية من المستشفى وتاني يوم الصبح بتتفاجئ دي ان حد بعت لها أكل ولما بتفتح العلبة بتلاقي جواه تليفون وبتكتشف ان فالنتان هي اللي عملت كده عشان تتواصل معهم بشكل سري وبتطمنهم انها قدر تصور فيديو للسيدات وهي محبوسة وبيتفقوا انهم يفضحوا حققة البرنامج في يوم اعلان النتيجة النهائية وبيجي يوم النتيجة النهائية وبيكون الخمس شباب جاهزين وكل واحد فيهم متحمس يعرف من البنت اللي هتكون من نصيبه وده لاني لسه في فرصة انهم يتغيروا وبعدها بيوصل الخمس بنات وبتفتكر دي كلام صداقتها فالنتان ليها اللي قالت لها انها لازم تنجح وتاخد المركز الأول عشان كل الناس حط أمل عليها وبيبدأ الخمس بنات منافسة جديدة وبيكون مطلوب منهم يلعبوا لعبة شبه المتاهة واللي تفوز هتاخد المركز الأول وبتكون شانيلا عارفة الطريق الصحيح وعشان كده بتقدر انها تكسب أما دي فبتقدر انها تكسب بمجهودها وبيوصل اتنين لآخر خطوة وبالرغم من محاولات دي الكتير لكنها بتخسر وفي الوقت ده بنشوف التلات شباب اللي بيقدروا يتحكوا على واحدة من الموظفات عشان يحطوا الفيديو اللي تصور للأمات على اللابتوب وبالتالي يقدروا يعرضوا قدام الناس كلها وبتنجح خطتهم بدون ما الموظفة تحس بحاجة وبتفوس شانيل بالمركز الأول في المسابقة وعشان كده بيكون معها الحق انها تختار اي شاب من الخمسة والمفاجأة انها بتختار ماكس بعد ما فكرت كويس ولقيت انها مش عايزة تعيش طول عمرها تعيسة لمجرد انها تنفس كلام والدتها وبيتصدم الجمهور بما فيهم أهل شانيل أما بوفي فبتكون مبسوطة لصداقتها جدا وبسبب اللي حصل بتقدر دي انها تختار صن وبيبقوا مبسوطين ان امنيتهم اتحققت ولكن الأول بتعرض دي الفيديو بتاع الأمهات واقع محبوسة قدام الجمهور وبتبدأ تحكي عن الفساد اللي بيحصل وان النتيجة أصلا مزورة وبيظهر ان الجمهور كله مصدوم أما كوانفة بتكون مرعوبة وبتحاول انها تتصل بجيني لكنها مش بترد عليها وبنعرف ان جيني الشيكاف اللي بيحصل وانها تعاونت مع فالنتين وتشون ودلقناها فكرت ولاقت ان من مصلحة ابنها والذي وان الناس تعرف الحقيقة وبتعلن دي قدام الجمهور انها اخترت صن وبعدها بيحصل احتجاج كبير من الجمهور اللي بيكون حاس انه تخدع وبيستغل الأربع شباب فرصة انشغال الناس وبيهربوا وبتكون فالنتين مستنياهم في العربية هي وتشون عشان يهربوا سوا وبيرفض ألموند انه يهرب معاهم بسبب خوفه من العالم الخارجي وبيعترف انه هو اللي بلغ جيني أول مرة ودلق انه كان عايزة توقفهم وكان شاف ان العالم بره أخطر من المزرعة وبالرغم من صدمتهم فيه لكنهم بيسمحون وبيفضل ألموند رفض يروح معاهم فبتدخل فالنتين وبتقولوا انها اخته فبيتأثر ألموند جدا ومع ذلك بيرفضوا ان يمشي معاهم وبيضطر الخامسة يمشوا ويسيبوا وبتفضل فالنتين منهرة طول الطريق ودلق انها مش عارفة تقول لولدتها ايه وفي الوقت ده بيزيد احتجاج الناس وبتكون جيني مبسوطة باللي حصل وبتسيب دارة البرنامج تتصرف وبتهر بها مع صدقتها اللي بتكون رايحة مخصوصة عشان تاخدها وبيتم التحقيق مع ألموند اللي بيعترف انه كان عارف خطتهم واضطر يعترف ودل انه لو ما اعترفش واكتشف انه كدابة يتعرض لعقاب قوي اما شانيل فبتكون مضطرة تواجه والدتها بعد اللي حصل والأول مرة بيكون مش فارق مع رأيها فبتضربها والدتها بالقلم على العكس والدها اللي بيكون شاف انها عملت الصح لما اخترت الشاب اللي بتحبه وبعدها بنشوف دي و سان اللي بيتفرجوا على أخبارهم في الشارع وبيظهر ان مية موجودة معيهم وبيكون دي و سان مبسوطين ان الناس عرفت الحقيقة وفي نفس الوقت بيبقوا خايفين على مستقبلهم أما فالنتان فبتروح تحكي الوالدتها اللي حصل وبتعتذر انها ما قدرتش تقنأ أخوها يهرب معيها وبيعد 4 سنين وبنشوف دي و سان بعد ما تجوزوا وخلفوا طفل وبيظهر انهم عايشين حياة سعيدة في مزرع بعيدة عن المدينة أما أكوان فبتكون لسه مستمرة في البحث عن الثلاث شباب اللي هربوا لحد ما بتقدر توصل لمكان دي و سان وبتعرف انهم خلفوا وبيظهر انها ناوية تنتقم منهم الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام